كريسبي الدجاج بأسهل وأطيب طريقة ما قرمشة من دون بيت بخلطة لذيذة كتير خليكن معي تابعوا الفيديو للأخير وإن شاء الله الوصف رحتنا لإعجابكن بسعدني وبشرفني أعرف المتابعين من وين عبتابعوني مكونات نقعة الدجاج نص كوب لبن زبادة يعني يوغورت ربع كوب من الخلى الأبيض نخلط هذول المكونات لحتى يندمجوا مع بعضهم ونبعدها بنضيف نص كوب من المي فضلا ندعموا الفيديو بلايك وتعليق وإذا ما كنتم مشتركين في القناة تشتركوا فعلوا زر الجرس لحاطة يوصلكم كل شي جديد ملعقة صغيرة ملح ملعقتين صغار خردل والخردل مكون اختياري في هنا نستغني عنه ملعقة صغيرة كزبارة بودرة نص ملعقة صغيرة بلفل أسود ملعقة صغيرة زنجبيل ملعقة صغيرة بابريكا البابريكا هون عندي حلوة نخلط هذول المكونات مع بعضهم لحتى يندمجوا ويصدروا بلون واحد في عنا كيلو واحد من صدور الدجاج مقطع بهذا الشكل نخلطه كتير منيح لحتى كل قطع الدجاج تتغلب في التجبيلة منغطيه ونتركها لمدة ساعتين أو أكتر لو ما عنا وقت فينا نتركها ليلة كاملة مكونات تغليف الدجاج منحتاج كوب ونص من الطحين كوب إلا ربع نشأ الزرا ملعقة ونص من الملح ملعقة صغيرة كزبارة ملعقة صغيرة بابريكا والبابريكا هون عندي حلبة ممكن نستخدم الحار نص ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار هون الفلفل ممكن نستغني عنه مكون أختياري نخلط كتير منيح لحتى ينخلط البهارات مع طحين ودناشاء والدجاج أنا تركته لمدة ساعتين نخلطه شوي ناخد قطع من الدجاج من خليطه النقع ونحطها بالضغليف يعني خليط الطحين منغلف كل القطع بالطحين كتير منيح نخلط كتير منيح ونقليها بزيت حامي وغزير لحتى ياخدوا اللون الدهبي الحلو شايفين هاد هو لونه ما شاء الله مقرمش من برة ومستوي كتير منيح من جوة ومن قدم هوية سخنية ما شاء الله الطعمة والريحة كتير بتجنن بشكر كل حدا بقي معنا لا يقرأ الفيديو وحط لايك وتعليق وإذا حبيتوا تجربوا الوصفة راح تلاقيوا كل المكونات بصندوق الوصف تحت الفيديو بتمنى وصفة اليوم نالت أعجابكن وانتظروني بوصفة جديدة مع سلامة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر